المستشار النمساوي يؤكد عدم تحالفه مع الأحرار اتشاف ترسانة أسلحة عند نازيين بينها قناصات جواز السفر النمساوي الثالث عالمياً للعام 2024 فيينا توسع شريحة المستفيدين من مساعدة الإيجار اتشاف ثعبان داخل طرد بريدي مرسل من النمسا درجات الحرارة المتدنية تحول بحيرة إلى ساحة للتزلج مرحباً بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد المستشار النمساوي كارن يهما بأن الانتخابات الوطنية في الخريف ستجري وفقاً للجدول المحدد ولن تستبق إلى الربيع مؤكداً ترشحه على رأس حزبه وشدد نيهما على رفض التعاون مع حزب الحرية وأعرب عن رفضه التعاون في حكومة مستقبلية مع زعيم الحزب هيربارد كيكل وأشار في لقاء في التلفزيون النمساوي ORF إلى عودة القوى الشرائية رغم التحديات بخصوص التضخم وأكد على استعداده للاعتراف بالأخطاء في مكافحة كوفيد-19 دون الاعتذار مؤكداً أن الإجراءات اتخذت لإنقاذ حياة الناس ضبطت شرطة مكافحة الإرهاب في سالسبورغ مجموعة من الأسلحة غير القانونية تعود لرجلين في منطقة بونجاو يشتبه في تورطهم في نشاطات تعود للنازية مع رجل مسن آخر وخلال الأشهر القليلة الماضية قامت المخابرات برصد محادفات على وسائل التواصل الاجتماعي وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة في سالسبورغ بتنفيذ عمليات تفتيش منزلية حيث تم ضبط خمسة وعشرين سلاحاً نارياً بالإضافة إلى سكاكين وعصية فولاذية وأسلحة قناصة وأكثر من ألفي طلقة أقد تم مصادرة الأسلحة وتوجيه عدد من التهم للمعنيين حاز جواز السفر النمساوي على المركز الثالث عالمياً بعدد وجهات السفر والتي بلغت 192 وجهة بدون تأشيرة وذلك حسب مؤشر هنلي البريطاني للعام 2024 فتعادلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورا وإسبانيا في المرتبة الأولى بـ 194 وجهة وكانت فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية والنمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا في المرتبة الثالثة بما بقيت الأراضي الفلسطينية والصومال ومن ثم اليمن والعراق وسوريا في آخر القائمة تستعد فيينا لتعديل قانون الأمان الاجتماعي لتيسير إجراءات دعم الإيجار ليشمل تغييرات في الحسابات وتوسيع نطاق الدعم لفئات أوسع ومن المتوقع يسهل ذلك مساعدة ما يصل لـ 22 ألف أسرة جديدة بشكل أكثر فعالية مع الاحتفاظ بـ 42.700 ألف أسرة حالية بميزانية تصل لـ 60 مليون يورو إضافية قد أثنى مراقبون على هذه التحسينات ودعوا إلى إصلاحات جوهرية لتحقيق الشفافية المطلوبة في هيكل دعم الإيجار اكتشف موظف بريد في شركة DHL للشحن في كلاجنفورد ثعبانا حيا داخل صندوق كان من المفترض أن يحتوي على قطع زجاجية واكتشف الأمر عندما قرر الموظف فتح الطرد بعد أن لاحظ وجود فتحات هوائية فيه حيث عثر على ثعبان من نوع بوا كونستركتور وأبلغت أو أبلغت حديقة الزواحف بالأمر وتأكدت خبيرة الزواحف بأنه غير سام ومن المتوقع يواجه المرسل النمساوي مساءلة قانونية بسبب إرساله ثعبانا بشكل غير قانوني وسيتم إعادة الثعبان إلى مالكه بعد التأكد من صحته شهدت بحيرة نيوزيدل النمساوية في منطقة بورغنلاند الحدودية مع المجر تحولا غريبا في ظل درجات الحرارة المتجمدة حيث ظهرت أشكال جليدية فريدة وتعتبر البحيرة هي الأكبر في منطقة أوروبا الوسطى والتي تصب فيها مياه الأنهار حيث تمتد على الحدود النمساوية المجرية وتغطي مساحة 315 كم مربع ويقع 240 كم مربع منها في الجزء النمساوي والباقي في المجر ومع الظروف الجوية الفريدة تحولت البحيرة إلى ساحة للتزلج على الجليد إضافة إلى ظهور أشكال جليدية فريدة من نوعها كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي أسعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر